تتواصل الجهود الدولية التي تقودها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتواجه الجهود الدولة بتحدية متنوعة أبرزها تعانط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين تنيعه في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وما يخلفه من مجازر وكوارثة بحق المدنيين الفلسطينيين يطمح العالم لتطورات جديدة بشأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين جهود حسيسة تبزلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لكن هذه الجهود تصطدم برفض إسرائيل بعض المطالب الرئيسية لحماس ومنها وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال من أنحاء القطاع وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم التوصل إلى اتفاق مرهون بمدى رغبة الطرفين في التوصل له وهو ما كان له صدى إيجابي من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي أكد أن استشهد أبنائه وعدد من أحفاده في هجوم إسرائيلية ليس مقدما على مصلحة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق باستمرار المفاوضات مع إسرائيل على الجانب الآخر ورغم التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والتي تدعي أن حماسة هي من يحبط التوصل إلى اتفاق انتشر قناري في الهاشيم تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية منسوبة إلى أعضاء بوفد التفاوض الإسرائيلية تؤكد أعاقت نتنياهو صفقة التبادل مؤكدين أن المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر لفترة طويلة وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن أعضاء الوفد التفاوضي أيضا أنه كان بالإمكان التوصل لصفقة قبل شهرين إلى أن تدخل نتنياهو يعرق للتفاوض في ظل تجاوزه رؤساء وفد التفاوض ومجلس الحرب الإسرائيلية الانتقادات اللاذعة لنيتنياهو تجاوزت المسؤولين الحاليين إلى الصابقين ومن بينهم رئيس الشباك السابق نداف إرغمان والذي اتهم نتنياهو بأنه ليس مؤهلا لقيادة إسرائيل فيما هجم يائير جولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل عالقة في قطاع غزة دون تحقيق أهداف استراتيجية أو خطة للخروج من القطاع